على الصعيد الميداني قتل ثمانية مسلحين من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في هجوم للمقاومة استهدفت تجمع لهم شرقي تعز جنوبي اليمن وبالتزام شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع المتمردين في محافظة البيضاء ومديرية نهم شرق صنعاء مراسلنا من عدن حم عماد حيدراء والتفاصيل طيران التحالف العربي بغيادة المملكة العربية السعودية كثف اليوم من طلعاته الجوية مستهدفا معسكرات المتمردين شمالي وشرقي صنعاء بالتزامن مع الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية والتي تتضمن الوصول لمنطقة نقيل بن قيلان الاستراتيجية المطلة على مطار صنعاء من الجهة الشرقية فيما واصلت المقاومة الشعبية التغدم من الجهة الجنوبية من مديرية نهم إلى مشارف مديرية بن حشيش يبدو ان الامور في نهم بدأت بالاتقاه اكثر نحو صنعاء خاصة مع فتح جباهة جديدة تتمثل في مديرية المحاذية لمحافظة صعدة معقل المليشيات اما على صعيد المواجهات في تعز فقد قتل ستة عشر مسلحا واصيب العشرات من عناصر المليشية الحوذي والمخلوع صالح في هجوم للمقاومة استهدفت جمعا لهم بين منطقة اجلى وخدير شرقي تعز وفي محافظة البيضاء تتواصل الاشتباكات في مديرية القريشية بقيفة رداع حيث سقط خلال المعارك العنيفة التي دارت بين الطرفين ثلاثين مسلحا من المليشيات الانقلابية فيما قتل خمسة عشر مسلحا في اشتباكات عنيفة بمنطقة الزاهر تأخذ المقاومة الشعبية والجيش الوطني عدة معارك مع مليشيات الحوذي صالح التي باتت في الرمق الأخير وفي سياق ذات صلة تواصل قوات الشرعية المدعومة بطائرات التحالف العربي تطهير عدد من المناطق بمحافظة حجة من مليشيات الحوذي والمخلوع صالح تستمر الانتصارات في مختلف جبهات القتال ويستمر تقهقر المليشي الانقلابية أمام الضربات القوية التي يوجهها إليهم الجيش الوطني على الأرض وطيران التحالف من الجو عماد حيدرة لأخبار الدار عدن